بسم الله الرحمن الرحيم مع المحاضرة الرقم 16 في كورس السيسيني سكيوريتي 210-260 اللي وصلنا له لحد المحاضرة اللي فاتت كان اخر حاجة وهي السايت و سايت VPN طبعا كنا من اثنين سيشن كلمنا في الموديول الخاص بالVPN اتكلمنا في اول شابتر عن الIBSIC تكنوليز بشكل عام تاني محاضرة اتكلمنا فيها عن السايت و سايت VPN وده كان اول تطبيق عملي للIBSIC او الVPN تكنوليز بشكل عام المحاضرة تاعت نهاردة هنتكلم في تاني نوع من انواع تطبيق الVPN وهو client based VPN او client based remote access VPN لو تفتكر معي من المحاضرة بانوان IBSIC تكنوليز كنا اتكلمنا ان الVPN عندي في نوعين منها اساسيين نوع اسمه site و site يعني من موقع لموقع والتنين sites او التنين مواقع بيكونوا سابتين يعني عندي راوتر بتاع الشركة في فرعه بتاع مصر والراوتر بتاع الشركة في فرعه السعودية الراوتر ده سابت والراوتر ده سابت فاي traffic بيخرج من الراوتر ده بيروح للراوتر التاني بشكل سكتور التطبيق التاني هو client based remote access VPN وده بيكون الVPN الريموت الريموت معناها ان انا قريدي عندي site واحد سابت و site التاني بيتغير مش شرط يكون سابت هو كمان فازا ما حنشوف في المحاضرة بتاع طه نهاردة الريموت اكسس VPN بيكون عندي فيه مكان سابت و ده بيكون الفرع الرئيسي و انا كقلائنت او انا كيوزر قاعد بتنقل مبين السعودات انا دلوقتي بخشره مثلا من الكهراء بعد شوية انرد ده خلتن ره من السعودية بعد شوية ده خلتن ره من دبي المهم انا كريموت قاعد بتنقل وما بكونش ثابت زي site to site فخلونا نبتدى على طول في المحاضرة بتاعتنا ونشوف ازاي site to site او client based VPN ازاي بيتم اول حاجة عايزك تعرفها ان احنا لما نجي نشتغل على client VPN هنتكلم فيه بروتوكول جديد غير IPsec البروتوكول اسمه ssl او secure socket layer الاسس اللي ما بيجي بيشتغل بيشتغل مع بروتوكول تاني اسمه tls او transport layer security الاسس اللي اختراعيته كتشركة netscape في سنة 1990 طبعا مع التطوير وصل ان هو بقى version 3 منه طبعا الاسس اللي استخدام بتاعه بيظهر قوي في الHTBS كان زمان لما كنا بنستخدم الHTB كبروتوكول تصفح كنا بنستخدم الHTB فقط اول ما استخدامه او اول ما اخترعه الاسس اللي بدأنا نشوف ان فيه نوع تاني من الHTB اسمه HTBS بيطبق نوع من انواع التشفير اثناء التصفح بتاعه الفكرة في الSSL ان هو بيعتمد على حاجة اسمه certificate عشان يعمل authenticate للVBN user يعني انا كيوزر عايز ادخل على سايت السايت ده remote site انا بالنسبالي هنا ككلاينت او معي اللابتوب بتاعي بنزل الكلينت من سيسكو اسمه سيسكو اني كونيكت سيكيور موبيليتي كلاينت ده الكلاينت اللي بستخدمه عشان ادخل VBN قبل ما ادخل على VBN بي الريموت سايت بتاعي وليكن مسلا ده مسلا فرع بتاع الشركة اللي موجود في الكاهرة باختار البرتوكول اللي هكونيكت بيه في اما بختار ssl او ipsec لو اخترت ssl فالفكرة دلوقتي ان اليوزر بتاعي عشان يعمل authenticate مع السورفر كان في السايت توسايت كنا بنستخدم حاجة اسمها pre-sharedk ان انا عندي هنا السايت الاوليني معاك كلمة السر والسايت انت انا معاك كلمة السر خلاص التنين عامل authenticate مع بعض انما الفكرة هنا في ال ssl ان هما عشان يعملوا authenticate مع بعض بيستخدموا برتوكول او بيستخدموا حاجة اسمها ان كل واحد بيوري الشهادة بتاعته وللوقصاته وبالتالي الاثنين لما يصدقوا بعض كل واحد بيتأكد ان التاني ده هو المفروض يكلموا الشهادة في المثال بتاعته دي زي البطاقة الشخصية بتاعتك انت لو انت رايح في مكان بتقولهم يا جماعة مثلا انا عايز اثبت او انا ليه يقبضي هنا في البنك جايي اسحاب فلوس فالبنك اول حاجة هيقولها لك طب من فضلك يا فانا مطلعها للبطاقة بتاعتك انت هتقول له البطاقة حيتأكد ان انت نفس الشخص اللي انت جايي تسحب الفلوس فهيبتدي يسلمك الفلوس طب البطاقة دي من اللي اعتهالك اللي اعتهالك جهة موثقة او جهة امنة اسمها certificate authority فالسي اي ده بيكون سيرفر عندي داخل الشبكة بتاعتي يا اما بيكون سيرفر موجود على الانترنت انا بروح اشتري منه شهادة وانت بتشتري منه شهادة لما نيجي تكلم بعض بعد كده ببعتلك الشهادة بتاعتي اللي انا جايبها من السيرفر وانت بتبعتلي الشهادة بتاعتك اللي انت جايبها من نفس السيرفر فاحنا الاتنين بما اني جاهة واحدة اللي ما اعتنا الشهادات فاحنا كده نتاكد ان احنا نعرف بعض بالزبط زي الحالة بتاعتك لو انت في مصر مثلا السجل المدني بتروح تستخرج منه البطاقة بيكتب عليها البانان بتاعتك وفوقه كده مكتوب جمهورية مصر العربية وهي رقم السجل اللي انت تابع دي فواحد تاني طلع بطاقته بس من سجل تاني بس معروف ان هو تبع جمهورية مصر العربية فده كده اسمهم سجلات تراستد مع بعض جهات تراستد فبالتالي بنعرف نكلم بعض عادي جدا من غير اي مشاكل فالاس اسئل لما يجي يعمل هنا بيستخدم حاجة اسمها السيرتفكت اللي بيطلها لي جهة اسمها السيرتفكت أسورتي السيرتفكت أسورتي ده هي تكون سيرفر داخل النتورك نفسها عند الفايروول او عند الريموت سايت او ممكن يكون ده سيرفر موجود على الانترنت با ما يجي بيشتغل برضه بتيشتغل بيرتكولات انكريبشن وهاشري وي امدي فايف, يتكلم ب اي اكس اتتشانج كل الحاجت نفس اللي كانت في الابس بالزبعة, يخص جدا. فبرضه أو الانس طبرك اutch بتقول لكم لما تجي تعمل الاس ساي الكرفتي بالزبط بدل الابسق. ففي عندك كزاي الانكريبشن احضر سيفرة تأخرج العامة في عندك كزاي اكاذروس في الان Fact frambek في كذا بروتوكول خاص بالاثنتيكيشن في كذا بروتوكول خاص بالكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي على فايروول خاص بسيسكو فانت لازم يكون معك كلاينت الكلاينت ده بيفهم ان اللي في الناحية التانية ده فايروول خاص بسيسكو نفس الكلام الفايروول فاهم ان اللي حيجله الاتصال هيكون كلاينت خاص من سيسكو اسمه سيسكو إني كونكت فانا دلوقتي مضمن الشروط بتاعتي ان لازم يكون السيسكو إني كونكت ده كلاينت خاص من سيسكو لازم يكون موجود عند اليوزر فبالتالي اول ما اليوزر يفتحه هيبتلي دخل بياناته يبتلي يعمل connect هيجيله success معناها دلوقتي انه عمل establishment للSSL VPN تاني الSSL ده بروتوكول تاني بستعمل في عمل VPN بدل للإي بي سيك انا كاكلينت ممكن استعمل السسل او الإي بي سيك اللي اتنين متاحين قدام طب ايه هي الخطوات او الكمبونت في البداية اللازمة عشان انا كاكلينت اكوننكت بالريموت سيك انت كاسيس الني سيكيورتي دايما بنفترض ان الريموت سايد بالنسبة لك هو ASA هو Firewall من سيسكو عندك الراوتر ما ينفعش نعمل عليه الريموت اكسس VPN كاكلينت في زمان راوترات قديمة كانت امتصالها مع حاجة اسمها Easy VPN بس ما عادش recommended من سيسكو قالك ده تكنولوجيا قديمة وماتت حاليا سيسكو بتكلمك كاسيس الني سيكيورتي انت لو عايز تعمل الريموت اكسس VPN فلازم يكون عندك في الناحية التانية ASA Firewall ولازم يكون عندك هنا كلاينت اسمه Any Connect طبعا السيرفر هناك او الريموت اكسس عشان ادخل عليه او ايه هي الحاجات ان انا باكتبها في السيسكو كل باعمله وباعمل شوية حاجات باعمل الاي بي بتاعي وبعد كالي باستر بتاع الجهاز اللي عايز اروح له خليني مسلا كده اجيب لك الوجه بتاعته شكلها ايه اوكي كلاينت عادي جدا بتسطب على الجهاز بتاعك انا عندي هنا بسجل من لاب توب حاليا وفيه ليه بينزل على الموبايل دي السيسكو انو كونيكت سيكيور موبيلة كلاينت اول حاجة باعملها بيقول لي دين الاي بي بتاعي الريموت سايت وقال يكون مسلا الريموت سايت هيكون عشر 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 ثلاثة ده مسلا باعتبر ان هو طبعا ريال اي بي بعد كده باعمل له كونيكت هو بيبتلي يعمل كونتاكت او يعمل تشيك يشوف هو شايف اصلا الاي بي ده ولا ويعمل عليه بنك لو شايفه وفتح معي كونيكشن هيبتلي يطلع لك الطلب بعدك يقول لك من فضلك ديخلي اليوزر نيمو الباسورد بتاعك يعني ده معناه ان انا كيوزر عشان يبتلي يدخل على الريموت سايت طبعا انا قللي كونيكتشن تايم عود اتاكد ان النت عندك شغال طبعا ده معناها اصلا ان الاي بي ده مش موجود انا دلوقتي عشان اليوزر ده يبتلي يدخل الناحية التانية اعرف الاي بي لازم يكون لي يوزر نيمو باسورد انا كادمنستريتور باجي اكاريت اليوزر نيمو الباسورد هنا داخل الاسا فايروول بسجلهم جواه فيه داتا بايز اسمها اللوكال داتا بايز اللي هو انا بعمل لك ريت يوزر نيم كزا والبريدتش تاعته كزا والباسورد كزا وببتدي اعطي لك اليوزر نيمو باسورد ده انت كالقلينت اقول لك خلي بالك انت كل مرة عايز تدخل عندي على الريموت اكسس او على الريموت سايت بتاعي لازم يكون معاك تلات حاجات الاي بي بتاع الفايروول بتاعي وفي الحالة دي الاي بي ده اللي هو مواجه الانترنت ويكون معاك اليوزر نيمو الباسورد اللي انا اعمل هوم لك جواه بعد كده بتكوننكت انا بعطي لك اي بي برايفت من ضمن البرايفت اي بيز بتاعت النيتورك كده عشان تبقيت اكسس عليها وعادي كده انت كده بقيت داخل النيتورك بتاعتي عايز تقفل الكوننكشن وانسان انت قفلت السيسكو اني كوننكت كده الكوننكشن بتاعك خلص طب الحتة بتاعت الكوننكشن بتتم ازاي؟ بتتم ان انا بيكون عندي فيه سوربر ده اسمه السي اي اي السي اي بيبتدي طلع شهادات شهادة بيبعتها للفايروول نفسه وشهادة بيبعتها للكلاينت نفسه فبالتالي الكلاينت والفايروول اللي اتنين واغرين شهادات من نفس الجهة فالتنين يعرفوا يعملوا اسون تكيت مع بعض في حالة تانية ان ممكن الفايروول هو من نفسه يطلع حاجة اسمها سيلف سايند سيرتيفكت يعني الفايروول يطلع شهادة خاصة بيه هو ويبتدي يبعت لك انت الشهادة دي فبالتالي انت كل مرة عايز تلوخ على الفايروول فايروول يقول لك فين الشهادة بتاعت اللي اعطيتها لك تمام؟ فيبقى انا دلوقتي عندي سيرتيفكت لها حلين في الاثنتيكيشن يعني ما في عندي جهة موصوكة بتطلع لشهادة انا كسورس وانت كاستينيشن او الديستيناشن يديني شهادة بسميها السيلف سايند سيرتيفكت انا كل مرة كاكلاينت وانا داخل على الفايروول لازم ابعت لقوا الشهادة بتاعتي اللي هو اعطيها طيب وانس ان انا خلاص كنكتد بيه الفيب ان على الفايروول الفايروول لازم بيكون ميكاريت جروب يقول لي خلي بالك انت عشان تدخل على الفايروول الفايروال متقسم لك زي جروبات كدة او زي لنفس المفهوم بتاع الفيلانز انت حتدخل في انهي جروب. وهنا حسب الجروب الي انتهى هقولك انت ليك اكسيس على ايه. الجروب دا ممكن نسميه pro file connection profile يعني انه وانت داخل بقولك انت هتدخل مسلا في النتورك الي تخليك تشوف السورة دي اشتبي و دي الناس. ولا هتخش في جروب تخليك تشوف الالترنال سي ايه. ولا هدخلك في جروب تشوف الاكتف دريبتي ولا هدخلك في جروب او في بروفيل تخليك تشوف كل دول. فانا من ضمن الشروط انا كامنمسلر بعملها. ببتدي اهيئ الفايرول بتاعي اعمل عليه كريات الجروب انت كيوزر وانت داخل بقولك ايه هي الجروب اللي انت هتدخل بيها. الكلام ده كله انا بكون مزبطه ل. وطبعا لازم بيكون في بتاعتك اللي انت بتعمل منها او ممكن يكون رابط الفايرول بتاعي باكسس كنترول سيرفر اللي هو الاس اس اللي احنا كنا شوفناه في المحاضرات الاونية بتاعت الكورس. مش لازم يكون عندي داخل الفايرول نفسه. فممكن اتجيب اليوزر زيبتوي من داتا بيز خارجية وبتدعم العادي جدا. فنقدر نقول ان بعد كده ان انت عملت الكونيكشن فانت عشان تبتلي تدخل على البيت نيتورك اللي موجودة ورا الاس ايه لازم الاس ايه بيعطي لك لوكال ادرس. طب الادرس لازميته ايه? خلي بالك انت الوقت جايلي من شبكة الانترنت مثلا الوقت انت قاعد حاليا في دبي وعيش تدخل عندي على الفايرول عشان تشوف النيتورك برايفت بتاعتي اللي موجودة في السعودية. طب النيتورك البيت ديت مش موجود ليها ايبهات اكيد ليها ايبهات برايفت. طب انت ده وقت جايلي مثلا من اي بي بتاع دبي طب انت ازاي هتخش عندي هنا في بتاعتي بتاعت الشركة بتاعت السعودية. عشان كده انا مضبط الفايرول بقول له وانسن الراجل ده بيعمل معك وبيختاره الجروب بتاعه ودخل اليوزر نيمو المسور بتاعه صح? بعد ما يعمل الكلام ده كله ويبقى من فضلك يا اعطي له اي بي مؤقت. الاي بي ده هيكون من نفس الرينج اللي موجود فيه السيرفرات. الاي بي ده لازمته ايه? بحيث الراجل ده هو قاعد في مكانه ويقدر يعمل بنج على الاجهزة يقدر يعمل شيرنج يعرف يعمل براوزنج يعرف يعمل اي حاجة كأنه بالزبط قاعد معنا في النتورك بتاعتي. كل حكاية ان الكنكشن ما بينه دلوقتي وبيني بقى سيكيور. هو لسه ليه اكسز على النتورك بتاعت دبي او عن النتورك اللي هو موجود فيها هناك في شركته. في نفس الوقت فتح عندي هنا في شركتي اعتطلو اي بي من الايبهات الداخلية عندك. طب الاي بي ده بعتقوله ازاي? بعتقوله ابسط حاجة دايما ان انا بعمل بعمل هنا على بقول البول ديت لازمتها ان اي حد بيكون عندك هنا يسحب منها اي بي. وطبعا هو بياخده بيكون دي اش س بي. او ممكن اخليه اسف اخليه كمان نوع دي اش س بي ان هو اوتوماتيك بياخد اي اي بي فاضي وخلاص او ممكن اعملها بريوزر. ان اليوزر مسلا اسمه احمد سلطان ده هياخد اي بي كزا. واليوزر اسمه محمد هياخد اي بي كزا. واليوزر اسمه عني هياخد اي بي كزا. طبعا الكلام ده كله ككونفيجريشن عشان اقولك اعمله على الفاير وول ككومند راين صعب جدا. عشان كده سيسكو بتقولك انت مطالبون تعمل الكنيكشن ده عن طريق الويزرد اللي موجود داخل الاسدم فقط. ويزرد يعني وجهة قريدي جاهزة كلها نيكست اف نيكست يا دوب بتكتب لي الحاجات اللي مطلوبة منك فقط. طب الكلام ده بيتم ازاي? خلينا نفترض ان احنا عدينا الشبكة دي داخل ال جي انس سريم. عندي هنا الاس اي بتاعي. الاس بتاعي مربوط بسويتش. وده الجهاز بتاعي اللي انا بسكل منه حاليا. الاتنين مربوطين مع بعض. احنا قريدي كلمنا في الربطة على الاسدم قبل كده. وبعد كده انا من الناحية التانية من الاس اي باعتقد او بافترض ان ده النتورك اللي حيجيلي منها الريموت اكسس. يعني انا مسلا عندي اليوزر او الهوست اللي حيجيلي ريموت لي موجود هنا. على الراوتر ده. كمثال. اوكي. فانا دلوقتي الراوتر او الجهاز اللي حيجيلي بالسيسيسكو اني كونكت. خلييني كمي سنقول. السيسكو اني كونكت. الراجل اللي معاي السيسكو اني كونكت قاعد هنا. بافترض ان ده الانترنت. فانا بالنسبالي عندي الاس اي دي الشبكة الداخلية بتاعته اللي هي ال 168. ودي الشبكة الاوت سايد. فانا دلوقتي هنا على الاس اي. الاس اي عشان ابيتل اعمل له فتحته عن طريق الاس دم. عشان ابتل اعمل بتاع البيبان. اول شرط من ضمن الشروط ان يكون الاس اي بتاعك عليه اكتر من الانترفيس. يعني انت لو سبت الاس اي وعلي الانترفيس واحد فقط مش هيرضى يطبق البيبان. عشان البيبان من شروطها ان يكون في عنده انترفيس. واحد خريجي واحد داخلي. فانا باجي هنا من ويزرد. وباجي من وباجي هنا على خليني نمشي فيها ده جايبها لي هنا بيقول لي ده اللوكل وده الريموت ده اللوكل ده معناها ان ده الجهاز اللي عليه بقول له نيكست بيقول لي من فضلك اعمل لي اعمل لي البروفايل نيم. البروفايل نيم ده هيتزبط وحيتحطع على الاس اي بحيس اي حد ده خلي بعد كده هيدخل على البروفايل ده. فهسميه مثلا اااا ااااااااااا آآ برانش يوزرز. وده ال yال باباين اكسيز انترفيس او ايه هو الانترفيس لا هيكون مواجه لل فيبان. فانا عندي هنا لو جيت اوبص عالانترفيس ده الانترفيس الخاريجي وده الانترفيس الداخلي يعني بالنسبة لي هو الانترفيس ده. اوكي فالانترفيس ده إسمه هنا اوتسايد. انا قريلك انا عندي هنا على الفيرول في عندي انترى في اسمو مانج منترى في ده هيكون عن الترفيس اوتسايد ناكاستي بقول لي ايه نوع البرتوكول الي اليوزر وهو شغل بالسسكو انترى هيخش بي عايز اخش بالاساس ال ولا في الآي بي سك طبعا انت عندك اساسو انترى في سبورت الاتنين فانا مو كانترى ادخل بدا او بدا فخلني مسا عنفق السسل بعدي كاده بيقول لي من فضلك وريني السرتيفك ات بتاعت الاس اي فين السرتيفك بتاعت الاس اي اللي هيبتدي يبعتها الكلين هل هيخدها من من سيرتيفكت اصورتي ولا انت هتعمل له انت كريات لوحدة فانا ممكن هعمل له هنا مانج وممكن اجي هنا من اد يا اما بحد بقول له وهيجيبها منين بالزبط انا واخدها من سيرتيفكت او اخليه هو يعمل يعني خليه هو يولد واحدة هو من نفسه فبعد كده بقول له اد سيرتيفكت سند وبعد كده اوكي اوكي لو انا جيت هنا من القائمة هتلاقي فيه عنده هنا كده سيرتيفكت هو مولده هو من نفسه فلازم بخلي الفايروول او بخلي يحدد السيرتيفكت اللي هتتبعد في الحد ابتهى بعد كده بقول له الخطوة اللي بعد كده بيقول لي فين يعني وريني فين السيسكو انو كونكت الخطوة دي لازمتها ايه? الخطوة دي لازمتها ان انا دايما بفترض ان اليوزر اللي هيخش علي ما عندوش السيسكو انو كونكت فانا عايزه بطريقة ما ان هو اول ما بيكونكت بالاسي او اول ما يفتح الاي بي بتاع الاي اسي عندو في البراوزر يقوم ظاهر له رسالة يقول له من فضلك نزل السيسكو انو كونكت عشان تخش على الفيبين بالزبط لما احنا كنا بنعم بنزل اس دي ام فالاس دي ام عشان كنا ننزله فاكرين كنا بنكتب الاي بي بتاع الفايروول في البراوزر فيقول لي نزل اس دي ام عشان تبتدي تعمل واجهة رسومية مع الراوزر فانا هنا داخل الفايروول كان لازم هنا من دون الخطوات بحديد له بقله فين الامج او فين البرنامج بتاع السيسكو انو كونكت ينزله من ايه. بايد فولت لو احنا روحنا اصلا على السيسكو راوتر او على السيسكو فيروول لو انت جيت هنا اقولت له الشو فلاش حتتلاق من ضمن الكنت بتاعت الفلاش ميوري اللي داخل اس هي منزلك اكتر من نوسخة من السيسكو انو كونكت في عندك هنا انوائي خاص باجهزة اللي استخدم واني كونكت على جهزة ماك واني كونكت خاصة بالويندوز. فانت بتحدد له الامج اللي هيدخل بيها. فانا بس كل اللي هعملوها هلو اد. وهعمل بتاعت الفايروول. هيقول لي دلوقتي دي الموجودة في الفلاش. انت عايز منهم انهي سيسكو اينو كونكت. فانا بفترض مسلا ان الجهاز اللي هيخش عندي هيكون هو ويندوز مسلا. فبحدد له على بتاعت الويندوز وبعد كيه بقول له اوكي. وبعد كيه بقول له اوكي. يبقى ده معناه ان انا قلت كل مرة اي حد هخش عليه فانا بفترض ان هم ويندوز بس. طب لو انت عايز تضيف كمان لاجست اللينكس. ممكن اقول له براوس وفلاش وامضي يفلق النسخة بتاعت اللينكس اللي هي دي كمان. اوكي. يبقى انا دلوقتي لما اليوزر يخش على البراوزر هيظهر له النسختين ديقول له انت عايز نسخة تاعت لينكس ولا النسخة بتاعت الويندوز. اوكي. بعد كيه بقول له بعد كده هو بيقول لي ايه هو اليوزر نيمل الباسورت دي انت حتكريته عشان يوزر بعد كيه يخش بيه وهيكون لوكال داتا بيز ولا هتربطه بي تريبل اي سيرفر عن طريق الريديس او عن طريق التكاكس. فانا بقول له قريدي انا عندي هنا فيه تلاتة يوزرز من الكريتين اوات يوزر اسمه ايه سلطان وادمن وسيسكو. دل قريدي انا كنت تعمل لهم كريت في اللوكال داتا بيز. لو انا عايز تكريت اسم جديده كريتو هنا واعمل له الوقات بيحس الوزر هو داخل بعد كده يختار واحد من دول هو يدخل بيه. بقول له في الخطوة دي بيقول لي وريني الادرس بول اللي اليوزر بعد ما بيخش هنا اليوزر هيدخل على عشان يبتدي اكسز النتورك الداخلية دي لازم تكون انت اعطي له اي بي ادرس فانت هتعطيه له على هيئة بول فانا لازم هنا بعمل له كريت للبول والبول اللي بعمل له كريت بيها لازم تكون من نفس الرينج بتاع البرايفت نيتورك يعني انا مسلا هنا هعد من الاس اي وعايز اكسز على الاجهزة اللي هنا فالاجهزة اللي هنا موجودة في الشوكة 129. فلازم البول تكون في نفس الشوكة 129. فحاجة هنا اقول له نيو هقول له مسلا ده برايفت بول ده الاسم بتاعها وبعد كده هقول له مسلا اي بي من اول اي بي 129.1 دوت مسلا سبعين لحد 192.1 دوت واحد دوت تسعين اوكي 120 اي بي اهوات وعندي بتاعي 24 يبقى دلوقتي حددت له قلت لنا عندي بول اسمها برايفت بول اي حد هيخش على اي سي ويعاد من اي بي من الرينج ده يعني مسلا اول اي بي هيتاخد سبعين اللي بعد كده هياخد واحده سبعين وهكذا بعد كده بقول له ناكست بيقول لي ايه هي اللي موجودة عندك جوا الشبكة بحيس اليوزر لما يدخل انت هنا قلت له ياخد الاي بي بس وطبعا اي حد بياخد اي بي محتاج يكون عارف ايه هو بتاعه ايه هو الوينز سيرفر ايه هو دومين نيم اللي موجود فيه ما لسا انا وليكن آآ اسم الشبكة اللي هو هيكون اكتبها او فيها سيرفر اسمه ايجيبت نترايدرز دوت كوم او كي مالكي بقول له ناكست بقول لي اجزيم بت في بي ان ترافيك فروم في بي ان ترانسليشن يعني دلوقتي كيوزر حدخل على طول على الاس ايه انت عايز نعملك نات يعني لو فينا نات متطبق خليك يتعمل لك نات زي الاجهزة بالزبط ولا اعافيك انت من موضوع النات فاحنا دايما في الغالب بنعمل تشيك على ديت بقول له اليوزر اللي هيجيلي ده دخله على طول ما تعملوش نات يعني مش محتاجة تعملو لحد تاني بقى سيكتا بعد كده بقول له نكست بعد كده بقول لي خلي بالك اليوزر عشان بعد كده يجيب لازم هيعمل يعني لازم هيفتح عن طريق بتاعة بقول له نكست دي السمر بتاعتي الخاصة بتاعة بعد كده بقول له فنش كل دي كوماندات اللي هتروح للفايروول واللي بتقول ان عنا حاليا عملت انيبل للسيسكو كلاين بقول له دلوقتي بتاعتي بتروح للفايروول وان صنية راحت هيقول لي خلاص هي كده اشتغل كويس او نفس الكلام احنا لو عايز اجيب الويزر تاني افكركم بالمحاضرة اللي فاتت لما كنا عايزين نعمل على الفايروول كنت بجيب من ويزرد وبقول له سايتو سايت وبس نفتكره عندي هنا سايتو سايت لقول له نكست هيقول لي ايه هو البير اي بي ادرس ده ايه الاي بي ادرس اللي اصادك واللي يقوم مسلا كان مية اتنوة تسعين مية امستين دوت واحد دوت اتنين مسلا وعلى اني انترفيس وبعدك يقول لي ايه اللوكال نيتورك بتاعتك تمام وبعد كافي في السيكيوريتي برضك يقول لك انت عايز السيكيوريتي عايز تجيب انهي بوليسي بالزبط دي بس كيف فكركم بيها لما احنا كنا عايزين نعمل الفايروين سايتو سايت على السيسكو اي اس اي اوكي ده كده بالنسبالي ده يعتبر كل حاجة خاصة بالموضوع بتاع الكلاينت في بي اين زي ما اتشايف الموضوع بسيط جدا وكويزرد بيحلك مشاكل كده المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبتدي ننهي الكلام بتاعنا الخاص بالفي بي بي اين وهننهي بالكلينت للس في بي اين ان شاء الله